ألبير الخلي مساء الخير ألبير أنت أيضاً متزوج من أجنبية من أي جنسية جوازت ألبير؟ أنا مجوز من مولدوفي نعم عندي أصدقاء شباب مجوزين من بنات أجانب كنت اتردد لعندهم وعجبتني فكرة حياتهم وطريقة عيشهم يمكن أنا بتناسب تفكيري أنا نعم بقى أخذت فيزيت السياحة أنا من مكتب وسفرت عمولدوفيا وهوني كتعرفت على مجوزين بنية الزواج يعني رحت بدك تعرف رحت أول شي سياحة وبنفس الوقت يمكن صادف الإنسان اللي تكون فارسة أحلامي يعني نعم وفعلاً هيك صار وصرت على طول على التليفون وعلى الإيميل وبعدين سفرت ثلاث مرات يعني تعرفت على أهلا هونيكي وقعدنا سوا فترة منيحة بعدين برابع مرة أنا ارتبطت فيه أنا أخذت فيزيت عمل وعلى ثلاثة شهور يعني وارتبطت بالإنساني وجيت عملت مع عملية الزواج هون وسجلتها بلبنان وجبتها على لبنان كان عندها شروط معينة أول ما تجوزتها لا ما تشرتت علي أبداً هذا اللي بدك يا أنت كان ما بدك حدا تشرت عليك لا لا مش قصة شروط أنا بحب لأنه بالآخر سيدة أجنبية عم تترك بلدة عم تجي على بلد غريب ممكن يكون عندها بعض الأمنيات بعض الهواجس بعض الشروط بعض الأحلام حتى أنا لما كنا هونيك يعني كنت أعرض علي كنت لما كنت أنا هونيكي روح أنا بيها أعرض علي أشتري لأشياء يعني كشاب طالب إيد بنت يعني من دهب أو تياب كانت ترفو دايما أنه تطلب الأشياء الغالي أنا أطلبة أنه شري هshots الغالي ما تقبل معي أنت بك تشتري الأخير هي ما تقبلت إذا ستشتري الغالي نحن بسه أنت أنا أبدا هي هيدا عجبني مثلاeng لا أقول سعر يعني عجبك تفكير عدم أقتصادية أنه البنت اللبنانية مش كلهم ما بدي عمي لأ أنت تحرفت عليهم لا Не رح علم البيت اللبنانية إذا بتجيب لها لا ميرلح أتفق معاك البنات اللي أنت تعرفت عليهم مش ما نعمي ما في نعم على البنت اللبنانية كتفكيري أنا كتفكيري عن الشاب عن بنت اللبنانية أنت كيف تعرفت عليهم اللي تعرفت عليهم قولي الفكرة طلبهم عالي كتير ما بيستحقوا ما بيستحقوا البنات اللبنانية بس 90% من الشاب اللبناني ما بيقدر يلبي طموح البنت اللبنانية يعني كلهم لازم يكونوا مهاجرين على كندا أو أهلهم بكندا أو بأميركا لا يقدر يلبي طموح البنت اللبنانية لأن كلهم بدون أفهم سيارة وأحلى بيت وفيلات إذا حبتك ما رح تطلب كل هالشي هيدا الحب آخر شي بيجي هذا من بعد الزواج ممكن تفكر تحبه أو لا ماليش أنا عم بحكيك من منطلق كذا الشاب أنا مصور معمم خلينا نكفي شو صار معك تنعد بفكرة أنه هي اقتصادية بدأك جيب للغالة ما بدأ الغالة جوستو جيتو على لبنان كيف لقيت لعيشة في لبنان هي كتير ديائت في لبنان هي كتير ديائت في لبنان يعني نطلق أنه كنت لما أظهر أنا وياها نبقى ما راحين بالسيارة بمشوار مثلا يسينوا لطشونا من السيارة لسيارة الشباب مثلا نمرو حد فان أو أوتوبيس كمان يسينوا لطشونا الشباب منه أخذين فكرة عن البنات الأجانب وبالأخص البنات الروسيات أو الأوكرانيات أنه بنات ما بيسوا كانت أول تنزل تعمل سبور شو كانت تشتغل زوجتك قبل ما تتجوزها إنجينير ميكانيك نعم على قاتة شغلة أن أغلبيته للرجال بالميكانيك نعم التلي كانت نزل تعمل سبور تنزل تمشي تعمل سبور تبقى لابسي ياده ومشي السيارة أول شي لا تشو حكي بعدين تلاقي صعوبة من النساء النساء اللبنانية بس يشوفوا المرأة الأجنبية بيصير في نوع من الاتهاد لقيت صعوبة كتير بالحياة حتى البالكون يعني كانت بس تفتح البردية على البالكون في شباب كتير اسم الله عاطلين عن العمل كانوا يوقفوا مثل مثل المقوص مقوص السيد ويصير يولاد شو حكي يعني أنا رحت على روسيا هون أنت كزوجة كمرتك بدك تصون كرامتها كرامتها من كرامتك شو بتعمل حطها بالبيت وبقفل على يعني شو عملت لكين شو عملت كيف كنت تصون كرامة زوجتك إذا عم تحكي هالكلام إنه كنت عم تعرض لكل هذه الضغوطات يعني بالنتيجة ما في أنا حطها بحبس أفل علي أعمل البيت حبس بس بنفس الوقت عم بقدر ظروفها أنه كمان هي إنساني بدا تظهر وكنت جرب عوض لها بالدهرة معي بس برضو لما تكون ظاهر أنا ويا كمان كانت تتعرض لتلطيش يعني ما في أحمل فردين أنا وقت العالم مثل ما تفضلوا حكي صديقي مش تعرضها لقد مثل ما عم بتقول البيئة يمكن البيئة أنا شوي محافظة أكتر لا أصعب يعني أصعب يعني اليوم بالنتيجة واحد بده يعيش باني الناس ما رح يعود لواحده كم سنة عشت هيك شي هيك هيك يعني تقريبا شي نوص سنة ما قدرت هدت أكتر من نوص سنة صار في أولاد كانت مستئيمة مدرنتي وأنا صفت عسس تروح تولد هناكي وبنفس الوقت ترتاح نفسيتها شوي لأنه هون بالليبنان كتير كتير دياتي ممكن هي يلاقي صعوبة بالحياة هون نعم وهلأ هي وين هلا هيا بس راحت لهونيك ما عد يعني دلعتني على فترة أتسل فيها وبعتنا ما صار يعني مسروف لأهلا وما عاد أتصل معها أن أطلل الاتصال بيني وبينها وما عم ترد علي باتيتا ما يعني ما بدأ تجي على لبنان ما بقى بدأ تجي على لبنان باتيتا بس construir لم عم ترد عليك زي ما بقى تجي على لبنان Yani بدأ يعني بدأ انفصال ما بدأ انفصال ما بدأ انفصال ليه ما بتروح لعنده؟ ما عم بقدر اخد فيزا نعم هلأ هي ما برا تيجي على لبنان وما برا تطلقني أنا عم بطلق بنا تطلقين وطيب طلقيني ما براك تيجي على لبنان طلقيني ابنك تعرفت عليه أم بعد ما شفته؟ لا بعد ما شفته أدي سهر عمره؟ يعني تقريباً عشي سنة ونصف